بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعاد الله مساكم بالخيرات اليوم الأربعاء 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022 مباشرة من جازان حيث بدأ موسم فاكهة الكباث وهي من الفواكه التي لا يعرفها كثير من الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجنيها مع أصحابه رضي الله عنهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نجني الكباث مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب ما شاء الله تبارك الله هنا من محافظة بيش من وادي بيش تكثر فاكهة الكباث في هذه الأيام نسأل الله أن يديم نعمه علينا وأن يحفظها من الزوال نسأل ما شاء الله تبارك الله هذا الكباث في شجر الأراك ما شاء الله تبارك الله وهذا الكباث الأبيض ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذه طريقة جين الكباث علبة تعلق على الحلق حتى لا تسقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر